السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الشيخ هذا يسهل يقول أنه ترك إيش هذا صاله يسهل يقول أنه أكل لحمة الجزير عدة مرات ولم يصلي بعد أكله وذلك أنه لم يتورق بعد صلى بعد أكله ويقول أنه سهى أنه ناقب وأنه يعرف لأن أكل جزير ناقب ويقول أنه يقول أن الصلوات لا يعلم عدد هذه المسألة جزء من المسألة عامة لو أن الإنسان أحدث ببول أو غايد ونسى أن يتوضى وصلى هل صلاة صحيحة الجواب لا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضى ولا صلاة بغير طهور فصلاته غير صحيح فيجب عليه قضاء ما فاته قضاء ما صلىه بغير وضوع بعد آث الله فإذا قال أنا لا أدري قلنا تحر يتحرى فإذا غلب على ظنه أنه خمس أو ست أخذ بغلبة الضر فإن شك لا يدري أخمس هي أم ست ولم يغلب على ظنه شيء فإن أخذ بالأقل يعني بأنها خمس في مثال هذا لأنه متأقل وما زاد مشكوك فيه ولا عمل عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر